ما أكثر الصور وأشدها إلاما تلك القادمة من ليبيا حيث ضاعت المعالم وغابت تفاصيل الحياة عن مدن كاملة بعد سيل عرم وإعصار ضرب المنطقة وأوقف الزمن فيها هنا حيث يخيم الموت على المكان في هذه المنطقة المنكوبة حيث قتل الآلاف ومثلهم في عداد المفقودين 25% من مدينة درنا قد اختفت أجزاؤها ولا يوجد عدد إجمالي للقتل والمفقودين فيها ومناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر ليست بأفضل حال موت فوق موت وعدد الوفيات يزداد وفرص انتشال الأحياء تتضاءل في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا القلق الدولي حيال الكارثة يتفاقم مع تقديم عدة دول مساعدات عاجلة وإرسالها فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني أساسا من الحروب وانقسامات سياسية وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بنكبة بأبعاد أسطورية في ظل غياب الدولة وإهمال كبير للبنية التحتية والخدمات الأساسية وفي الوقت الذي يلملم فيه الأهالي جراحهم وينتشلون قتلاهم ولا يغيب عن ألسنتهم أسماء من فقدوهم وفي ظل هذه المآسي مجتمعة يواجه الليبيون مصيرهم منفردين مغلقين أذانهم عن أصوات السياسيين الذين يرفعون مسألة السلطة فوق مسألة الدولة في ظل تعدد السلطات والحكومات وكل حزب بما لديهم فرحون وهنا تتعالى الأصوات من وسط الكارثة لمحاسبة السياسيين الذين انشغلوا بالمناصب وغيبوا خدمات المدنيين عن جدول أعمالهم هنا في درنة تتعالى الأصوات أن ليبيا واحدة وكل شيء سواها تفاصيل ترجمة نانسي قنقر